إسهال شديد وارتفاع كبير بدرجة الحرارة لدى أطفال قضاء بشدر في محافظة السليمانية ظاهرة لم تعرف أسبابها حتى اليوم أعادت مجدداً للأذهان ما حدث قبل عام في ذات المنطقة حيث سجلت في مستشفى قلع الدزاء التعليمي أكثر من 900 حالة مشابهة بواقع 150 حالة يومية نحن هنا منذ أربعة أيام أصيب طفلنا هذا في البداية ولدي ولدان في البيت مصابان أيضاً تحت العلاج أحدهما طالب جامعي والثاني في المدرسة معهم تقيؤ وخرارة عالية حرارتهم إلى الآن لم تنخفض إدارة مستشفى قلعة دزاء التعليمي أكدت أن ظاهرة لم تعرف أسبابها حتى اليوم وأن المستشفى لم يشهد مثل هذا العدد الكبير من الإصابات منذ سنوات طويلة قبل أسبوع انتشر مرضهم في المنطقة بصورة واسعة واتجه ما يقارب من 180 شخصاً إلى المستشفى للعلاج أغلب المرضى أطفال ولديهم علامات معينة مثل الحرارة والتقيؤ ومنذ ذلك الوقت نبحث عن السبب الأساسي ولكن دون جدوى منذ الأمس تظهر الفحوصات أن السبب قد يكون روتافيروس في الأعوام الماضية وخاصة في فصل الصيف كانت لدينا حالات ولكن ليست مثل هذه المختبرات المختصة أجرت الفحوصات العلمية اللازمة على مياه الشرب في المنطقة وعلى عينات من أطعمة الأطفال المصابين لكن سبباً أكيداً لم يتضح حتى اليوم منذ بداية المرض بدأنا بالبحث والتحليل كان لدينا شكوك حول المياه وأخذنا عينة منها لكن البحوظ أظهرت طهارة المياه ونظافتها الآن لدينا شكوك حول وجود الفيروسات لأن منطقتنا منذ سنوات لم تشهد هذا البرد ومن المتوقع أنه كان سبباً لانتشار الفيروس وإلى أن تعرف الأسباب التي طال انتظارها يبقى أطفال منطقة قلعة ديزة كغيرهم من أطفال العراق ضحية الإهمال الحكومي الذي يتفاقم يوماً بعد آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر